تعلمنا سابقاً أن المحيط هو طول المسافة حول الشكل المغلق ويرمز له بالرمز ميم ح في هذا الدرس سنتعلم أن المضلع شكل مستو مغلق يتكون من قطع مستقيمة تتلاقى مثنى مثنى عند نهايتها ولا تتقاطع يظهر هنا أمثلة لمضلعات ويظهر هنا أشكال لا تمثل مضلعات ولإيجاد محيط مضلع كما يظهر هنا نجمع أطوال أضلاعه فينتج 17 سنتمتراً ويقاس محيط المضلع بوحدات الطول كالمليمتر والسنتمتر والمتر وبإمكاننا إيجاد محيط المستطيل بجمع مثلي الطول لام مع مثلي العرض ضاد كما يتبين في هذا المثال فينتج 34 متراً وكذلك المربع محيطه يساوي أربعة أمثال طول الضلع هنا محيط المربع يساوي 8 سنتمترات مثال من واقع الحياة بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع إيجاد طول السياج اللازم لإحاطة حديقتنا المستطيلة وذلك بإيجاد محيط الحديقة إذ نجمع أطوال الأضلاع الأربعة فينتج 88 متراً يعلمنا هذا الدرس طريقة إيجاد محيط مضلع ترجمة نانسي قنقر